بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاكم أنا ليلى محمد طيبة مستشارة تربية ومدرب ريو أسرية وخبيرة لأكثر من 30 سنة في مجال الطفولة المبكرة مدرب معتمد في إعداد قياديات ومعلمات في الطفولة المبكرة أيضا أنا لايف كوتش ومدرب معتمد في بنهج بيركمان وستي آي أشتغل في تطوير الحضانات والروضات وأقدم رش عمل للأمهات والآباء في تعديل السلوك وأيضا بعمل معاهم في المشاكل والمجالات الأسرية أهلا وسهلا بكم أنا ححكي لكم قصتي مع تدريب في التربية الإيجابية الواعية وليش سارت القصة أنا يمكن ما تعرفوا من زمان كنت مديرة المركز تدريب معلمات رياضة الأطفال لفترة تقريبا 20 سنة بدأ البرنامج على أساس تابع لوزارة التعليم كان بالتعاون مع برنامج اليونسيف واليونسكو في تطوير رياضة الأطفال فدربنا على تطبيق المنهج المطور وكنت أنا المديرة والمدربة في المركز أخذنا التدريب مع الخبيرات وبدأنا في التطبيق كان أول شيء في التطبيق أننا نهيئ بيئة تربوية صفية مناسبة للأطفال للمرحلة العمرية كانت من 3 إلى 5 سنوات بعد ماذا راهيئنا البيئة الصفية وجهزناها مصبوط بدأنا في تطبيق برنامج التربية الإيجابية تعديل السلوك والتعامل لاحظنا أنه قبل نهاية الشهر الأول يعني بعد الثلاثة الأسابيع الأولى بدأوا الأطفال ينتقلوا بسلاسة من نشاط لآخر يتعاملوا براحة مع أصدقاءهم يتبعوا تعليمات المعلمة يجلسوا في الحلقة الصباحية بسهولة والعلاقة بين المعلمة والأطفال صارت قوية طالما أن الأطفال في هذا المرحلة أتقنوا مهارات التوجيه الإيجابي وكان في سلاسة وصار تعلمهم سهل وجميل قلت طب إحنا ليش ما ننقل هذه الخبرة نعممها أكتر على المدارس وننقلها الخبرة دي في المنازل فبعد ما تركت عملي في وزارة التعليم وصرت مدرب حر بديت أن أنقل هذه الخبرة في المدارس الخاصة بديت أدرب في مدارس خاصة وأقدم ورش عمل للأمهات وخاصة في برنامج أنا مدرب معتمد في التربية المنتظمة اللي هو ستيب بديت أطبق التجربة وبديت أعممها ولقيت كم هو جميل وكم هو واجب مننا أننا إحنا نساعد الأطفال أن يكون عندهم تحمل مسؤولية يكونوا قادرين على اتخاذ القرار يكون الطفل اجتماعياً عنده مهارات نعزز القيم اللي عنده في الآخرة الهدف يكون حقاً أننا ننشئ طفل ناضج صالح لوطنه ولمجتمعه وإن شاء الله أكون أقدر أنشر هذه الخبرة وأساعد كل المعلمين والمعلمات في الدورة هذه حتكلم معاكم عن أمور كثيرة حبدأ بالهدف العام من الدورة الهدف العام حقنا من الدورة هو توجيه وتدريب المعلمين والمربعين في الأسرة من خلال بناء مجتمع مدرسي مبني على الاحترام والتعلم المتميز ودعم مهارات الطفل حتكلم بعد كده عن المخرجات الدورة في هذه الدورة حنتعلم ما هي التربية الواعية وأثرها على تعلم الطفل والبيئة الصفية نعرف العلاقة بين الأهل والمدرسة في تحقيق التربية الواعية نفهم كيف عمل الدماغ وأثره على تعلم الطفل وتوجيه السلوك وأخيرا نتمكن من تطبيق استراتيجية التربية الواعية والعلاقة بينها وبين النمو الاجتماعي والانفعالي في توجيه السلوك هذه هي مخرجات الدورة حنكون إن شاء الله في آخرها كتعلمنا هذه المهارات بعد كده حتكلم معاكم عن بناء الدورة الدورة تتكون من أربع وحدات الوحدة الأولى حنعرف التربية الإيجابية الواعية حنعرف أهمية وأثر التعليم التطبيق الإيجابي الواعي على سلوك وتعلم الطفل حنتكلم عن قصص وتجارب محلية تمت هنا حنعرف ليش تربية واعية ونعرف ليش يسيء الطفل السلوك الوحدة الثانية حنتكلم عن عمل الدماغ العلاقة بين الحالة العقلية والسلوك التوجيه الإيجابي المبني على النمو الاجتماعي والانفعالي حنعرف أهداف السلوك المشكلة ليش يخطر ليسيء السلوك في الوحدة الثالثة حنتتعلم عن تطبيقات استراتيجيات التربية الإيجابية الواعية بناء مجتمع صفي إيش هي الأمور اللي لازم يحققها المعلم وكمان حتكون في بعض المعلومات والخبرات للأهالي إذا تابعونا يطبقوها لساعدهم في بناء علاقة أيضا مع أطفالهم وحنتكلم برضو في الوحدة الثالثة عن مهارات التربية الإيجابية الواعية الوحدة الرابعة حتتناول الأنواع المهارات السبعة اللي لازم نتدرب عليها كمعلمين وممكن تفيدنا كأباء إلا هي مهارة ضبط النفس، مهارة الحزم، مهارة الاختيار، التعاطف، التقمص العاطفي، النية الإيجابية وتابعات السلوك إذا خلصنا هذه الأربع وحدات نكون إن شاء الله لمينا كل الموضوع مع بعضه وعملنا تطبيق معاكم يساعدكم في أنكم تطبقوا إن شاء الله في المدرسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة